هلو نيني جريدرز اليوم ننبلش نراجع بالاكشن فيرب وطبعا هنحط يعني اسئلة بسيطة بس نراجع كيف منحلكو الاكشن فيرب الون هلا اليوم الدرس رح يكون هاو توانالايز اجراف كيف منقدر نعمل اناليسز لجراف السؤال هيكون بسيط جدا عندي انا هون ثري تستيوبس رح نحكي ان جنرال ثري تستيوبس ا و ب و سين الفاريابل هون عم بقولي ويبوت ان ثري تستيوبس the same quantity 100 جرام من الاستارش اذا كانت موجوتي بالثلاثة تستيوب اذا هايدي مش فاريابل التريبسن is added to tube a lipase to tube b والاميليز to tube c اذا ال type of enzyme هو اللي عم يختلف حطينا تريبسن بتيوب ا اما lipase بتيوب b واميليز بتيوب c طبعا نحنا بنعرف انه الاستارش من بدو يهضمه من دو يعمل لع دايجشن اكيد الاميليز اذا لا للتريبسن ولا اللايبيز رح يصير في دايجشن اذا عشان هيك تيوب اي وتيوب بي لاحظوا الميت جرام استارش at the beginning بيئة انتكت ميت جرام يعني هون بيئة انتكت او انتشينجد في حين بتيوب c يلي كان فيها اميليز الميت جرام قلت للأدالة زيره تقريبا افتر 20 منتس بعد 20 ديئة هون شو راجع ايه انه هالتراتي تستيوبس طبعا ثبت الكونديشن اللي هي التمبراتشار والتايم بس طبعا كي بدو يغير البي اتش بحسب الانزيم لي حط السوتة بالبي اتش لكل انزيم فحط بتيوب اي وبتيوب بي اتش ايت لانو التريبسن واللايبيز بشتغلوا على بيزيك ميديوم اما الاميليز حطو بي اتش سيفن اذا هم يختار السالفاري اميليز واي اللي الريزولز ار بريزنتد ان الاجيسن دوكيمنت وهيدا هو الريزولت هون عم بيقول اناليز لما بدي اعمل اناليز لازم بالاناليز شو اسكر الفاريابل المتغير وعلى اساسها اسكر الريزولت يعني شو اللي كان عم بتغير بكل تستيوب وعلى اساسها كيف تحولت الريزولت هون الفاريابل كان عم بيكون الانزايم والريزولت هيها موجودة عندي بيجراف كيف بعمل اناليز واضحة اول شي باول على الانيشيال بوينت لازم احدد هم بعمل الكمباراتيب اناليس بثلاتة تون بقول بثري تستيوب كان عندي ايكوال اماونت اف ستارش اللي هي ميتي جرام او في اقول ميتي جرام اف ستارش بقول ان تيوب اي او ان تيوبس اي ان بي اني برزنس اف تريبسن اند لاي بيز يلي حطن على بي اتش ايد الستارش بيست او الستارش ريمينز انتكت ثرو او دا اكسبريمانت خلال كل الاكسبريمانت او تل ذا اند هون بدي اوصل بدي احط كونكتر طبعا هيدا الكنكتر يلي بدي يوصل بين الاثنين حيكون ويل او ورقاز او بط لانه ناس بقيت عنده الستارش كونستانت او انتك وناس قلت اذا بدي اكتب الكنكتر اللي هو ويل هون الويل بقول ان تيوبسي بدي اذكر الفاريابل من الفاريابل ان البرزنس اف اميليز اد بي اتش سفن على البي اتش سفن الميت جرام استارش بيست دي كريزز قلت اذا هون بدي استخدم كلمة دي كريز طبعا بالاناليسز انكريز او دي كريز او كونستانت بحسب الجراف شو عندي اذا دي كريزز توزيرو افتر تواني منتز هتا نقرأه ان جنرال نحط الجواب اوكي هتا نزغر هيدا اوكي هيدا هو الجواب اللي هو جواب الاناليسز نكون اوضح هيك اوكي هتا نقرأه عم بقول الميت جرام of starch was found in the three test tubes at the beginning of the experiment في اقول equal amount of starch اللي هي ميت جرام was found in the three test tubes هلا this quantity of starch remained intact بيات سليمي in both tubes a and b بوجود مين هن دا اذكر ال variable in the presence of trypsin and lipase على ph8 respectively till the end while in tube c بتوب c بدأ اذكر اسا ال variable in the presence of amylase على ph7 فاصلي شو الرزالت starch decreases to zero gram after 20 minutes اذا انا بها الطريقة بكون عملت analysis للغراف طب اللي نفرد انهو مطالب analyze اللي interpret لما يقول انت ريبريت شو لازم اذكر السيجنيفكانس اذا نرجع بس لهون لو قال انت ريبريت لازم اذكر السيجنيفكانس السيجنيفكانس هي عبارة عن شو عن relation between variable and result اذا لو انا طالب انت ريبريت بزيد على الاناليسز السيجنيفكانس طب شو هي السيجنيفكانس هي relation between variable and result يعني بكل اختصار بتطلع على ال variable وبشوف شو الرول له او شو اهميته بالنسبة لهيدي اذا نرجع عن صغيرة هايدي نقيمة على جنب ونشوف شو السيجنيفكانس هون ممكن تكون السيجنيفكانس واضحة ممكن اكتبك طريقتين اول طريقة في اقول this shows that او this indicates that او this implies that only amylase بس الاميلاز هل قال لي لشو تحولت اذا ما بكتب انتو كزا وكزا خلاص من منوقف عند بس بدي انفل variables الباقيين not lipes not tripsen اذا اذا ما كتبت only لازم انفل باقيين اللي هو اقول not lipes and not tripsen بهالطريقة بكون عملت interpret اذا كان طالب مني interpret اذا هايدي هي السيجنيفكانس تاني action verb رح يكون how to describe and experiment كيب بقدر انا اشرح او اوصف experiment معينة سوري اوصف experiment معينة كيب بقدر اعمل له describe طبعا لما يكون بدي اعمل انا describe لازم يكون هو عطيني legend او caption هون اصبط نقول caption هدول ال captions او action verbs انا لازم التزم فيهم بعملية describe يعني ما بجيب ولا action verb من عندي ولازم كل شي يكون مكتوب بي او موجود او mentioned بي الدكيمنت يلي موجود قدامي لازم اذكره بالتفصيل بدون ما ازيد او اناقس او اغير شي من عندي هون عم بيقول ال adjacent document summarizes the experimental conditions of an in vitro digestion in vitro معناته outside the body طبعا اف star space describe this document كيب بقدر اعمل description لهيدا الدكيمنت اذا بكل بساطة هون بدي التزم باللجند الموجودين هون بحاول قد ما فيني استخدم ال passive voice هيدا ال passive voice بهول عليه كتابي فاذا انا عندي star space هون كي نعمل له put in both tubes فبقول two milliliter of a starch paste is put in both tubes a and b fresh saliva is added to test the tube a in addition او فيقول only fresh saliva is added to test tube a gastric juice is added to test tube b in addition هلا both test tubes اتنيناتهم هال test tubes a and b are placed in a water bath for temperature 37 degrees Celsius and add temperature 37 degrees Celsius for duration 15 minutes اجيب الجواب نرجع نقرأه اذا بنعتبر هيدا هو الجواب هيدا جواب ال describe طبعا هيا رح نرجع نقرأه بشكل عام تنشوفه مميز بقول two milliliter star paste is put in both tubes or both test tubes a and b fresh saliva is added to test tube a in addition gastric juice is added to test tube b in addition بدل كلمة in addition فيها اكتب only يعني only gastric juice is added to test tube b both test tubes are placed in a water bath at temperature 37 degrees Celsius for duration of 15 minutes بعد ايه صار كتير واضح وهي